هناك جابر جمال مرحبا بك جابر ما الجديد لديك نعم جابر هل صوتي واضح؟ نعم إذا كنت تسمعني أنت في داخل مجلس النواب ما الجديد لديك الجلسة قائمة حتى هذه اللحظة رانية وباشر البرلمان بالقراءة الثانية لقانون الدعم الطار للأمن الغذائي والتنمية هذا القانون الذي شهد خلافا وتأييدا منذ صباح اليوم وحتى الآن مع مؤتمرات واعتراضات من قبل النواب مختلفين سواء تابعين لكتل أو مستقلين وبالحديث عن المستقلين سينضمعي لاستغلال الوقت طبعا السيد النائب حسين السعبري النائب المستقل مرحبا بك سيادة النائب سيادة النائب نتحدث حول هذا القانون هناك حديث حول هذا القانون بأنه سيكون منفذا للهدر المالي العام وأنه غير مطابق لما يحمل من صفة الدعم الغذائي الطارة والتنمية بسم الله الرحمن الرحيم أولا نشكركم على الاستضافة الحقيقة هذا القانون قانون مهم قانون العمن الغذائي يعني قانون مهم للظروف اللي احنا نعيشها لكن السؤال اللي يطرح نفسه اليوم هل من الممكن على حكومة تصريف الأعمال رفع هكذا قوانين لمجلس النواب لأنه النظام الداخلي لمجلس الوزراء المادة 42 منعت الحكومة تصريف الأعمال برفع هكذا قوانين لمجلس النواب وإذا كان من الممكن رفع هكذا قوانين الأولى اليوم نرفع قانون الموازنة قانون يكون متكامل بتقسيمات للوزارات بحساب مواد متكاملة نحن اليوم هذا القانون الحقيقة قانون الأمن الغذائي يعني أولا أعده بعجاله ثانيا بالكثير من المطبات الكثير من المخالفات يعني نخاف أن يكون فيه هدر للمال العام وهذا واضح به طبعا بفقراته بمشكلة ثانية أنه موضوع الاقتراض هذا لا نسمح لأنه اليوم نحن فيه وفرة مالية لا ندعو ولا نقبل لموضوع يكون هناك اقتراض داخلي أو خارج سيدناب من خلال قراءتك لهذا القانون هل هو فعلا للدعم الأمن الغذائي تقسيمات خاصة وأنه 35% فقط من عائدات هذا الصندوق هو لدعم السلة الغذائية والمواد البطاقة التموينية 35% لدعم مشاريع الوزارات و10% لموضوع الغاز والطاقة و5% من الحق لوزير المالية بسحب تلك المواد يعني خلي نكون حتى نكون منصفين هو ببعض الأوجه وبعض الجوانب إيجابية احنا اليوم مثل ما تعرفون دعم البطاقة التموينية أعطاء الأخوة الفلاحين مستحقاتهم هذا شيء مهم وهذا شيء يعني مطلب جماهيري لكن احنا نشوف ممكن هذه القوانين وهذه المشاريع ممكن تمريرها من خلال موازنة تكون موازنة موازنة بلد وندعوهم أن تكون هناك تسريع لهذا الموازنة لأنه البلد محتاجها بدل ما نمضي وقت في هذا القانون سيدناب أفهم من كلامك مع القانون لكن مع التعديلات نعم إذا كان القانون بتعديلات ومطالب ورفع أماكن الهدر المال العام ممكن تمريرها لأنه ناسنا بحاجة هذه القوانين أيضا هل سيكون هذا القانون هو بديل عن قانون الموازنة العامة باعتبار أن القانون الموازنة يعني الآن انتهى العمل به للعام الماضي وهل سيكون هذا القانون هو بالمستقبل في حال إقرار الموازنة أو عودة الموازنة سينتفى الحاجة من القانون أم يبقى للطوارئ يعني الحقيقة احنا شفنا بعض الجهات يتحاول أن يتمرر هذا القانون حتى يكون البديل لقانون الموازنة احنا اللي عرفنا من الأخوة النواب أنه في سنة 2019 يعني السنين السابقة مرنا فيه شيء ظروف وأكو كان حلول في مجلس النواب وأكو قانون مقر للصرفيات لكن 1 على 12 1 على 12 فممكن تمرير يعني تمرير هذا الموضوع من خلال القوانين السابقة لكن موضوع دعم الطبقات الهشة دعم الفلاحين من خلال قوانين ممكن لكن لا يكون بها هدر عام سيادة الناب إلى جانب القانون يوم الأربعاء تتجل أنظار حول التصويت على منصب رئاسة الجمهورية وأيضا تتجل أنظار عليكم كنواب مستقلين يكون لكم دور كبير في حسم هذا الملف من ناحية الانضمام مع الأغلبية والتوافقية فموقف حضرتك كنائب مستقل من جلسة الأربعاء يعني إن شاء الله منا للأربعاء 48 ساعة سيكون لدينا حركة للأخوة المستقلين نواب المستقلين حتى نظهر في مظهر واحد في موقف واحد لأن الموقف الواحد اليوم مهم الحقيقة قلت كلام إحنا اليوم مو إحنا حل المشكلة مو إحنا لبوا المشكلة عفوا من سوق الآن يعني في الإعلام أو في البيانات أن المستقلين لهم دور الأكوة صورة للجمهور والناس أنه اليوم المستقلين هم اللي عندهم الحل مع المشكلة لا إحنا اليوم دخلنا في مجلس النواب في الجلسة أو خروجنا من عندها هذا لا يعني أنه إحنا مع الطرف أليف أو الطرف باء حقيقة إحنا موقف وطني إحنا يعني لا نكون مع حكومة التوافق لأنه خلال 18 سنة شفنا حكومات التوافق وشفنا التنصر من المسؤولية وفي نفس الوقت اليوم لا نقبل بحكومة أغلبية أن تأخذ الحكومة ومجلس النواب إحنا مع تقسيم الأدوار أن تكون حكومة قوية ويتحمل مسؤولية لشكل الحكومة ومع مجلس نواب مع معارضة لها التمكين في مجلس النواب في هيئة الرئاسة في رئاسة اللجان حتى ممكن تراقب وتشرع للحكومة وتكون الجانبين قوي من خلال قربك من بعض الكتل السياسية داخل البرلمان أتحدث هل لمست موجود مفاوضات ما بين الإطار والتيار يعني أولا نتمنى من أخوتنا في الإطار والتيار أن يوصلون إلى حلول وإلى تفاهمات وإلى حل حلة هذا الانسداد السياسي أكو أمل لوصلنا أنه بدأت تشكيل لجان نعم جابر إذا كنت تسمعني إذا تستطيع الآن تسمعني أن تسأل الضيف هل سيكون هناك نصاد نعم للأسف يعني انتقل الضيف إلى مكان آخر رانية بالحديث حول النصاب هناك أكثر من سيناريو تحدث به النواب سواء أن يعاد سيناريو يوم السبت بأيضا عدم تحقيق النصاب أو تحقيق النصاب خاصة وأن حوارات تجري الآن عبر لجان كما أكد أيضا السيد حسين السعبري بوجود لجان تتحاور ما بين الإطار والتيار من أجل الوصول إلى حل يقرب وجهات النظر وبالتالي تمضي الجلسة بالتصويت على مرشح رئاسة الجمهورية لكن لم نعلم من هو المرشح الأوفر حظا مع هذه التعقيدات السياسية نعم شكرا لك جابر وأيضا شكرا لضيفك الكريم على هذا التوضيح مشاهدين النشرة متواصلة وفيها أيضا